موسيقى موسيقى شاعر أطفال الإجتماعي التي ترغب لكم وأخري على الاشتماعين نعم أطفال 작سي ماهت100؟ لأنها هو مخالص تتحدث عن مكان وما في شارع؟ لم تتحدث عن مكان ما ينطر في مكان ومن ثم مخدرين ودربت لوجودت خمسة شراء ، تجعلوا بك الإطارات وبعض تعمل التقليل والمالات ممكنكم أن تتحدث عن الاطفال؟ لا ، مجنودت للصوك وإنخبار محابة في مكان ما مجردًا يحتفظت بصبوصة الأطفال مرتفق الشارع كذلك؟ السقسي بطبيب الساني دياري زكري غب جوبي واعد السقسي عليها في البلاي عارف اني مرتت واحد الايامات كيفية الوضعية السماعية دابا ارمالا او لا مطابق لا الراجل سامح في يوساف بعد بعد ما بغاش يبغي يطلق بغي يطلقنا وقال سامحه شي واحدة بلاكاغت في الدار تنجا ولا شي بلافاس تنجا ولا شي بلافاس ومسامح في خمسة اطفال شحار اكبر ومسنين 8 سنين كيفية الوضعية التي توجه مع برا قانا تشوفتي كنت طلب من الله الدراري انا وحلت بدك خمسة الولاد ما نقيت 8 سنين لهم ما نقدر حيث ما مطلقة ما مجوجة ما نقدر نفسد عليهم ما نقدر شي حاجة لاننا يدخل غير الحبس وولادي اخرجني بشوي الخيرية صافي اخر الشح العقلي وقدروا مني ووكيل المالك مني اخر الشح العقلي وقدروا معي وولادي عدرت احد وليت مزيانة بشوية مغان نخرجهم معي خمسة بيوم وما قدروا تحبس لي تاشي تاكسي تاكسي ما قدروا بالدوما بعد كيشبروا لي وجوج تاكسي يتقروا فيهم هذو الى بجلو وما قدروا نخرج للشي بلاس وخليتم هنا مع دولة الفازة لتحاجك اخرجوا للشارع ما لقدروا فين ديرهم خليتم عندهم اربية كدروا فين المربية 2000 درام وقدروا فين درام وقدروا فين خالصة كاملة وقدروا فين سالك 30 درم الماكلة الدلالية الكبار وعاد كوش كان خدم فم دميناج في البلاي في ساكنة هذا العنوان طبعا لنرى ساكنة في الحيانة قبالة الحمام سالم الحمد لله لنرى الموقع الشارع لا أنا نرى لنرى الدار لنرى المساعدة لنرى المساعدة لنرى المساعدة لنرى المساعدة لنرى المساعدة لنرى المساعدة قطعين عنك الموت نعم قلت بحاجة تزريبها في الدار لا أنا معي في الدار أنا عاد جيت نطلعنا نعطيكم الوراق نعطيكم كل شيء أي حاجة عندي بالدالي والتحية أنا من السكان الحياني وقالت لهم من الجامعيات مسؤولة في هذه الحياة وليه في مدينة الطنجاء شوفوا من حال هدلوليدة هدور هم تشردين ومتشردين وكيباتوا في الزنقاء وأخاك يجيبوا لهم من الناس المساعدات وكيساعدوهم ولكن من ديك ما كيفي شيء ما فهمنا شيء الوضعيات لهم بالضبط شيء يقولين مهم كتجري عليهم من الدار شيء هيا مبليا مريطا ونتمنى من الجامعيات يشوفوا من الوضعيات هدلوليدة هدور هم يضيحوشير هدلوليدة في عز الشباب ديالهم في الصوية يعدقوهم ويخليهم مش يمتشردين في الزنقاء باعتبار رفاعي الجامعوي كان التامس من السلطات العمومية والسلطات المحلية يخذوا بعين الاعتبار الوضعية ديال هدل المجموعة ديال الأولاد اللي يعني في حالة ديالهم يعني حالة بائيسة لأم ديالهم كتعجز باش تكلف بيهم وتعتني بيهم لظرفها الصحية وظرفها المادية المشكل ديال هدل الأولاد هي كتالي أولا كي جوبوا الشوارع ديال الحي دهابا وإيابا في أي ساعات مجموعة من أحيانا كنلقوهم كي صهروا في مجموعة من الأزيقاء كيقوموا بمجموعة جوالات في الليل حافي القدمين واحد منهم كنت تكلمت معه قلت له ولدي على شك كتمشي في الشارع حافي القدمين قال لي أنا ما عندي شي صبات أنا كنعرف وحل مجموعة من الفاعلين الخير وكنتمنى من الفاعلين الجمعاوين يهتموا بهذا بهذا الأولاد لأنهم حالة حالة اجتماعية قد طلب شوية لإعتناء من الساكينة سعي الحياني ولكن شي جمعيات تتكلم بهذا الأطفال هادو الله يخليكم راهم بانساك يعني مشرزين من هذا هذا الحاوم ما هادي وما فيهم يعني واحد حالة لا يرسلها وهذا كانت منه من السلطات ما هي عبادك لا الباس لا أكل لا ولو الناس على العبر يجبونهم مساعد والمشكلة ليست هذه المشكلة هي الناس يجبونهم الحوايج وما كنشوفهم شي عليهم فهمتيني دائما كنشوفهم موسخين ويممهم مريطة فاتقدرش تتكلم به بعد شي اللي كان طلبوا من السلطات محليات تدخل فهذا وشكرا موسيقى موسيقى موسيقى